شيماء كبيرة عائلة أبو الشيماء عمارة سكنية كبيرة بطراز نظيف قوي في العيات مدخل رخام وجهها مميزة وعملت سيلات لجدي في العيات انضف زناعية اشتغلوا في العمارة دي بعد كده سماها على اسمه عمارة أبو الشيماء ومن كتر اعتزازوا بيها كتب اسم بنته شيماء على مدخل العمارة من جو مرديش يكتبه من بره طبعا عشان محدش لسن على البيت فكتبه من جوه عشان لو حد لسن يبقى من جوه العمارة ويعرف يجيب أمه مر على العمارة أشكال وسكاني اجار جديد سكن طلبة ومغتربين وفي عصر الانفتاح اتشقل بحال العمار بياضي الوجهة قصة والرخام شقة حطل بكبرطات طفحت عشان كده فكر منام ابن الحج عبدو انه يبيض الوجهة حك المنظر البيض الواقع كان بيجرح ذكر الحج ابو سيبه اه 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 يعني ايه دا ما هو ساعدتك البيت الابنة اللي جات سهرة ما ساعدتك مبارح وهي ماشي يا ناطش باكو الشاي يا بيت الخرمانة هي البيت اللي كان بتردعيوها يا صغيرة ازاي يا وانا يوم كباشا انا هدور عليها والطقص لحد ما لقيها واول ما لقيها خليها لتجيب باكو الشاي بيدانه واخرص كمان طي اعملي بقى سندوتش جبنة علشان افتر ويعني ايه دا كمان ما هو ساعدتك البنت موسي اللي كان ساعدتك اول مبارح وهي خارجة اخدت قرص الجبنة وهي ماشي يا بيت الجعينة طيب روح جهز الحمام علشان اخد شور يعني ايه دا كمان ما هو ساعدتك البنت رديع اللي كان ساعدتك اول اول مبارح وهي ماشي فكت الخوطات وسرقت صابونة وكمرت الليفة يا باشي كمرت الليفة طيب الليفة دي بتاعت وقتها اسمت ده ليلة وقتها اسمت قطعتني بالشبشب يا بيت شبشب هيتشبشب لك يا زكريا هيتشبشب لك يا زكريا انا هيتشبشب لي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه المشكلة يا يا بيه يا بيه الحاجات اللي انت طالبه دي عيب وحرام وتهز عرش السماوات والارض بقى عايزنا نطلع نجري وما نحسبش وفيها ايه ها فيها ايه ربنا غفور رحيم وبعدينها صاحب الامارة بيعمل كده وامراد صاحب الامارة بتعمل كده حتى بين صاحب الامارة افشتها فوق السطوح بتعمل كده برضه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم انت عارف منطقة ابو النمروس دي احنا مسميينها ايه مسميينها حدة الكريم شانطين جريت ريدي دي حدة نظيفة كل الناس اللي فيها ناس نظيفة جدا 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 ما حدش هيقولك قصط لي ولا بقي لي ودي مطلوب فيها كان بالصراع النبي قطة مش كتير هو انا هاخدها الوحدي انا يا دوب هتحصل على الديني والباقي بياخدوه الكبار طب ما تخليك حناية معايا وبدل ما تطلع قطة تطلع عرسك انا لا يمكن اطلع اقل من قطة او بوبي ها قلت ايه يا حاج اقول ايه قطة قطة على بركة الله نقرى الفتحة على فكرة انا عاوزها شرازي ويكلونها مش مشي واسمها بوزي حاضر آمين زين ما خلاص اشتغل في براد وصرمكة العمارة وانت هتعمل ايه زي ما انت شايف بنشر الغيارين عندي تلعاية بالليل ايه اللي فيدك ده كنافة بالقشطة لا دي كتب عن النقاشة والمصيص وجايب لي الكتاب هبي مجلد ميكي طب خليهولك ايه يعني ايه مش هتدفع تامنه اسمعي يا ابن الناس احنا كل واحد فينا ماشي في سكة عكس التاني انا بقرأ روايات عبيل وبلبس برموضة وبخش عن نتهم مبسوطة كده وانت مقتموا بتزرر القمس للاخر وماشي اللي بسكت ميكي ميكي يعني ايه فركش زي اند زي ما بيقولها في الافلام حس كده باه هات الخمستاشر جنيه اللي عليكي تمنت كظرورلة اللي خدتها من محلنا شكك يا بتاعت الدرايك ليه ايه ده استغفر الله العظيم